الجيل بتاعنا محظوظ يعني قادر أقول إنه إحنا الجيل بتاعنا اللي لحق التطور في الصناعة والشغلانة ودي كمان عايز أسأل فيها كمان محمد لأنه الإخراج كصناعة تطورت قوي والمهنة كلها تطورت لكن كمان لحقنا الناس العظيمة اللي سابت لنا ميراث كده هتخل في الموضوع على طول يعني خير نبدأ بلاديز فرست ونسرين عندك ورث كبير قوي 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 من مش بس أعمال فنية سابها الوالد لكن القيم تزارعت في أجيال شايفة إيه باقي من هذه القيم فرحانة بإيه فخورة بإيه ومفتقدة أسامة أرور عكاشة في إيه اليومين دول تانين فايتكلم عن إيه أنا عارفة أن السؤال واسع أنا عايزة أدخل في قلب الموضوع يعني آه أنا بس طبعاً إلحقوني لو استرسلت قوي أنه أنا برضو برغي هبوسي هو أنا بشوف طول الوقت من بعد ما بابا مشي أنه هو ساب بأثر جامد قوي في أجيال كاملة يعني لما بقابل أي حد دلوقتي على اختلاف الكامجيل اللي وراء بعض كده بيقولولي إحنا تشكل وجداننا باللي شوفناه وتبعناه فكرة أنه كان فيه رسالة طول الوقت وفيه هدف وفيه مبدأ لازم نبنيه صح قوي عشان اللي جايين يستوعبه الأجيال اللي جاية تستوعبه وخوف أبويا اللي كنت بشوفه قبل ما يمشي على فكرة الأجيال الجديدة دي هتعمل إيه قصد كذا وكذا وكذا بقلق منه ساعات لما بشوف الأجيال الجديدة متأثرة بحاجات لكن برضو بشوف أن فيه أهالي بيربه على أعمال وعلى فكر لأسامة أنا راكشة واسماعيل عبدالحافظ كان بيقول كتير فيه أهداف فيه رسالة فيه فكرة أنه إحنا أصلنا إيه إحنا مبادئنا إيه وأخلاقياتنا إيه وإزاي ما نسبش ده يتأثر بتغير ماه مهما الظروف اتغيرت ولا مهما حصل حوالينا حاجات كتيرة قوي هو كان مهتم قوي في فكرة الهوية المصرية لغاية آخر أيام وحتى كان ليه قراءة المعروفة والواضحة أنه هوية مصر أعمق من كل ما يثار هوية جامعة للهوية العربية والإسلامية والقبطية كان مفهوم اللي بيكلف فيه دلوقتي هو كان بيحكي فيه من 40 سنة وحاولوا على مدار أعمال كتيرة بابا وعم اسماعيل بيكملوا جزء كل شوية في عمل اشتركوا في القناة